موسيقى أهلاً ورحباً بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل أيام حذرت منظمة الصحة العالمية حذرت العراق من أن زيادة معدلات الانتحار بين الشباب في العراق ترتفع بشكل كبير وتشكل ظاهرة خطيرة في العراق وتدلل على أن هناك خللاً كبيراً في العراق خلل في النظام الاقتصادي، في النظام السياسي، في النظام الاجتماعي في الوضعية النفسية والصحية للمواطنين وسأقول لكم يعني إحصائيات ربما صادمة لكم في عام 2017 حالة الانتحار في العراق وصلت عددها إلى 588 حالة هذه فقط المعلنة لأن كثير من العراقين أنتم تعرفون مجتمعنا مجتمع يعتبر هذه القضية أولاً حرام دينياً من العوائل والعشائر والمجتمع لا يتقبل الانتحار يعتبره حالة من حالات الإسقاط الأخلاقي والسقوط الأخلاقي وهو عار على أهله وعار على عشيرته فبالتالي مع مجتمع بهذا الشكل لا يذيعون هذه الأرقام ولا يقولون عليها والرقم أكبر من هذا بكثير لكن المعلن منها حالات الانتحار في عام 2011 588 هذه الأرقام من نزارة الداخلية ومن الحكومة في عام 2020 لاحظوا الارتفاع وأيضاً المعلن فقط 644 حالة في عام 2021 المعلن فقط أيضاً 363 حالة 863 حالة في عام 2022 1073 حالة الأرقام مرعبة عندما تسأل يعني في أي عمر هؤلاء لماذا ينتحرون تجد أن الغالبية منهم من الشباب في منتصف العمر يعني منهم موكلة إليهم مهام بناء البلد والنهوض بالبلد وتسأل عن الأسباب تجدها أسباب نفسية أسباب بسبب اليأس سبب اليأس من الحاضر المستقبل يرون أن كل شيء ظلام طبعاً هناك عوامل كثيرة الوضع الاقتصادي المتردي البطالة تعاطي المخدرات العنف الأسري جرامة الإكترونية كثير أمراض نفسية هذه كله طبعاً نساء نسبة النساء المنتحرات نسبة عالية جداً طبعاً في عام 2017 و 2020 أكثر من 80% من النساء التي سجلت عليهم عمليات أفواً عمليات الانتحار فبالتالي نحن أمام حالة غريبة مجتمع سيطر عليها الميليشيات تستحوذ على كل شيء تستحوذ على العقود تستحوذ على الأعمال تستحوذ على البيوت وسائل الحياة كلها كلها بيديها هذه كلها قفلة الحياة على المواطنين تضخم عالي زيادة في الأسعار الشباب ذول مقادرين يعني نعبرون عن نفسهم مقادر يعني لا يجد في حاضرة في يوم وفي غده لا يجد ما يسره ما يطمنه أنه الغد أفضل أنه الطريق واضح أمامه وسيسلكه وسيصل إلى أهدافه يعرف أنه أهدافه لا تتحقق أقرأ مثلاً في في محافظة الديالة واحدة خلال خلال الثلاثة الشهر الأولى من هذه السنة 17 حالة انتحار السنة الماضية سجلت 38 حالة انتحار المحافظة فقط واحدة ديالة نحن أمام ظاهرة الحقيقة واحدة من سمات هذه الظاهرة التي تؤدي إليها أن العراق حتى في بلده يشعر الغربة بالاختراب بسبب السياسات بسبب سطوة الفساد الثراء غير المشروع التفاوت الاجتماعي هذا كله يعطي صورة تؤدي به إلى سوداوية إلى الاندفاع بهذا الاتجاه إضافة للعنف العسري إضافة للواقع الاقتصادي المرير الصعوب وربما قلناها أكثر من مرة ونقولها لكن يعني يجب قولها في هذا الحديث يعني في عام 2017 قبل ثورة تشرين كانت حالة الانتحار عالية وكان يقولون لعادل عبد المادي وكان غيسون الزراء لأن هذا اللي يعتبر نفسه عقلية كبيرة وينظر على العراقيين وكان يتحدثونه إياه أنه حالات الانتحار بهذا الشكل وكذا واحد من الفصائيات اللي قراها فسأل أكثر حالات الانتحار شنوها قالوا يرمون نفسهم من الجسر قال طيب حتى يمنع حالات الانتحار لاحظوا الذكاء لاحظوا عفوا لاحظوا التفكير السليم وين يودي قال نرفع نرفع أسيجة الجسور كي تكون عالية ما حد يستطيع أن ينطمن هدها أو يقفز من هدها لينتحر حلب ربكم هذا هذا حل رئيس وزراء يدعي أنه مفكر ومنظر وجايبي رئيس وزراء عكم العراق يحكم هذا الشعب الذكي الطيب الرائع المنتج صاحب الحضارة يحكم الرجل بهذا الشكل يفكر الانتحار يقوله لهم الجسر يعلي أسوار الجسور لكي لا يقفز أحد منه يعني هي هذه الطريقة تمنع الانتحار يعني يجي اللي يريد ينتحر وتريد تنتحر وتلقي الجسر يعني السور ماله عالي فيبطل خلص ما هو أسباب وراها أنت تمنع الأسباب أنت تروح تعالج الأسباب لو تعالج النتائج بهذه الطريقة ما لأسف الشديد هذا الوضاع الحقيقي هو اللي يخلي هذا الشباب يخلي منظمة الصحة العالمية تحذر العراق من أنه هناك ظاهرة كبيرة قاد يتشكل حالة غريبة في العالم يعني تقيسية نفوس العراق بعدد المنتحرية تجد العراق في قائمة على الدول التي التي فيها حالات انتحار والمصيبة أن حالات الانتحار فيها أولاد صغار لأن تتزاوز عمارهم 12 و 13 سنة وآخرها قبل أيام واحد يعني شنق نفسه بحبل شاب صغير لا يتجاوز لبقى السنة حالات غريبة وعجيبة ونساء شابات وشباب حلوين لكن المجتمع بيخلل بمرض بسبب المرض السياسي بسبب الأزوات السياسية التي حلت به بسبب الانقفال هذا هذا الانسداد السياسي والانسداد الاجتماعي والاقتصادي والأمني والكل شيء هذه الفوضى العارمة التي عمت جعلت المواطن العراقي في حيرة من أمره جعلت يفقد حتى وصلت للأهداف وأدت إلى هذه حالات ينسى دينه وينسى أهله وينسى نفسه وينسى انتحر مع الأسف الشديد هذا جزء من صورة العراق بعد 21 سنة الليلة المتحدة تقول العراق تطور وبالأسخار تكتب لنا تقرير وتروح تمدح الحكومة وتلتقي بيها مع الأسف الشديد والعالم يفتحون سفاراتهم في هذا البلد يقبلون به هذا الشعب اللي يموت بهذه الطريقة ويعامل نفسه هو الشعب بهذه الطريقة وتصرف بهذه الطريقة كيف يمكن لكم أن تتعاملوا مع حكومة أوصلته لهذا المستوى مع حكومات أوصلته إلى هذا المستوى أوصلت هذا المواطن البريء الإنسان اللي كرم رب العالمين أوصلته إلى هذا المستوى مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزا المشاهدين لترككم بخير والتقيكم في حلقة الأخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة